منذ ساعات الصباح الأولى تشهد مسحات صفاقص حركية كبيرة حيث يستقبل طاقمها الطبي أعداد كبيرة من التونسيين والأجانب خاصة الأشقاء الليبيين هؤلاء الذين اعترفوا بتميز وكفاءة وإتقان إطارها الطبي في جميع الاختصاصات وخاصة الأمراض المستعصية فكانت صفاقص بالنسبة إليهم الوجهات الأولى فيما يعرف بالسياحات الطبية الاسفاقص بالنسبة لليبيين هي وجهة طبية أكثر من أي منطقة أخرى في تونس نظر للقرب نظر لإمكانية الدكاترة وتوفر جميع الإمكانيات الطبية بالنسبة لليبي جميع الاختصاصات تقريبا معنيها الاستعجيلية جراحة العظام جراحة تجميل جراحة الأنف والأذن والحنجرة الأعصاب العيون الأورام جراحة العامة جميع الاختصاصات تقريبا نجي طول الاسفاقص حتى تقولوا لي قابس مش عارف وين تونس العاصمة نجي طول الاسفاقص وناسها طيبين الحد الله يا إحنا واخدين على هنا ونجوه هنا والدكاترة باهية والمصحة باهية وكويسة والدكاترة فاها كويسين طبعا إحنا الليبيين نعتبروا صفاقص أقرب مسافة لنا إحنا وأكتر انسجام حتى مع الشعب الليبي 90% كنت تردد على المصحة هذه اللينا فيها الناس مثلا في الإدارة مثلا معاملة كويسة والإدارة قوية برشة أنها تقدم في خدمات جليلة وأنها متفاهمة وأنها تحل في المشاكل الليبيين الأخوة الليبيين اللي يجو للمصحة هذه وتتعامل معهم معاملة حسنة والطاقم التمريدي حتى وكذلك الأمر طاقم ممتاز جدا الحمد لله يعني أما قفه وتخصص يعني بنسبة دات الدكتور اللي نتعامل معها بنسبة لأخوين الليبيين يعني عنها يعني هذه المصحة تجدت عندها مدة يعني المرضى بصيفة عامة يرجو معني هذا اللي لاحظنا فيه يعني يصن فيديل على كلينيك فما دي كليون اللي يجيونا هما ويجيونا للأقاربهم يعني يجيوا يعودوا يرجعوا فما دي كليون فيديل دبوي دي زنين من اللي كانت تقبل مصحة متاعنا معني اسمه آخر لينتوى معني دبوي دوزان يجيونا للمكليون حرفاء فيكس يجوك اللي نحنا بنسبة زباين الليبيين بنسبة 70% 70% زباين الليبيين سفاقس بنية استشفائية جيدة جعلت منها مقصد للمرضى الباحثين عن العلاج لكن هناك من يرى فيها الاستغلالة والصمصرة والاستنزافة لمصاريفه بالنسبة للسكن حتى هو متوفر اختلاف شوية في الأسعار ما بين سفاقس والمناطق الثاني وخاصة تونسة وسوسة والمناطق السياحية فسفاقس أفضل لنحن كليبيين زي ما كنت نجي زمان فيه فرق بين توا من المجهوداتي عرفتي مافيش مساعدة من الدولة ولا ماشي نجي هنا مرات نجي في الأسعار غالية اللي جار كان بـ 25 توا وصل الـ 60 والـ 50 والـ 70 غالة الأسعار في منطقة في دولة في العالم بالنسبة للأسعار يعني عادي ما عندهم حتى مشكلة بالنسبة للأسعار يعني عاديين ما فيش ما فاميش حتى مشكل فمتا بالنسبة للليبي يمتاز بالنسبة للتونسي يخلص لديها تفيا 10% والليبي ما يخلصش هذي حاجة وبالنسبة للعدد متاع العملية الناس يقول كيف كيف كالتونسي كالليبي لكن ديما الليبي أقل كتجي تشوف العدد كتهبتي من الكاب بيراتوار في العدد تعمل تخفيض يقابل هو أرخص من التونسي إضافة إلى غلاء أسعار العلاج والأدوية بصيدليات يشتكي أيضا بعض الأخوة الليبيين من استغلال أصحاب سيارات الأجرى هذا إلى جانب ظاهرات التسول والنشل التي باتت تقلقوا راحة البعض منهم فيهم بم في البعض من تنزيل مثلا سيارات الأجرى عندهم استغلال مثلا بمدحة اللي يقولك أنا والله ما نخدمش بالعدد يعني نخدم بغير عدد مثلا يهزك لبلاصة يقولك مثلا حقها 2 و 1 دينار يقولك 3 دينار يعني ما نهز في النهار عادي يخدم لك بالعدد وبركة جمعة التاكسيات هذه اللي لحط أكتر شيئا اللي يستغلوا فينا ويخذوا منك ما بلغ أكتر ويعرفوك أنت غريب شوي يغير عليك التسعير هذه لحطة يعني في المدة اللي كنت فيها موجود هنا يحط الحجزين ناس يعني ها طيبة وفي بعض ناس تستغل في المواقف يعني وأن كل منطقة لها مزايا ولها عيوب أضحى تصفيقس منذ الثورة الليبية المقصد الرئيسي للليبيين بل وأيضا مقر إقامة دائم بالنسبة إلى البعض رغم فترات المد والجزر التي عرفتها الأوضاع على الحدود وفي المعابر فالألاف منهم يعبرون كل يوم وفي الاتجاهين مما يعيد الاعتبار للعلاقة العريقة بين الشعبين اشتركوا في القناة